اهلا بكم اما بالنسبة لحركة الاسهم فقد احتل سهم العام للصوامع والتخزين الاكثر ارتفاعا اليوم بتسعة وتسعة عشر نقطة مئوية بينما كان سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل الاكثر خسارة بعشرة بالمئة وبالنسبة للنشاط بالكميات كان سهم ارسكو من الاتصالات هو المتصدر بعشرة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعين الف سهم اما المصرية للاتصالات فكان الاكثر نشاطا بقيم تدولات تجاوزت الاربع وعشرين مليون وثمانمائة وتسعين الف جونيها